الأهلي اللي موجود حاليا في فندق إقامة الفريق مساء الخير يا فاروق كل التحية لك يا محمد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان عايزة أتطمن منك على أحوال الفريق كمان عايزين نعرف حسام حسن محمود متولي هل ريكاردو سواريش فضل يريحه من النهاردة من المباراة القايمة عشرين لاعب أيب أكد فيه اتنين من حراس المارمى وأكيد موجودين كمان على دكة البودلاء يعني خلينا أقولك يا محمد نتطي يعني في بداية كلامك تكلمت في نقاط تقاية في الأهمية دي مرحلة مهمة جدا للنادي الأهلي مرحلة الوقوف على مستقى بعض الأمور بتتزامن طبعا مع ختام النادي الأهلي لسلسة مواجهات مهمة جدا سواء أمام فريق امبي ثم فريق طلع الجيش ثم فريق سيراميكا كلبترا أعتقد يعني ثلاث مباريات النادي الأهلي عايز يختم الموسم بشكل كويس مستر ريكاردو سواريش في كلامه مع العبين الجاز الفني في كلامه مع العبين عايز ينهي الموسم بالفوز في الثلاث لقاءات بدءا من لقاء اليوم طبعا تعرف النظر اللي ضيق الوقت محمد النادي الأهلي مقدش غير مران واحد كان بالأمس على ملعب مختار التيتش طبعا كان الفريق عقب العودة من الأسكندرية بعد التعادل السلب أمام فريق الإسماعيلي حصل على راحة مدة 24 ساعة استأنف تدريباته أمس مستر ريكاردو سواريش عقد محاضرة قبل انطلاق المران مع اللعبين طبعا نتكلم على أهمية هذه المرحلة والمرحلة والمرحلة التقييم لبعض الأمور لبعض اللعبين أيضا نقوف على مستوى بعض اللعبين في قطاع النشئين اللي ممكن يكونوا موجودين خلال الفترة القادمة خاصة زي ما انت قلت يا محمد خلاص انت هنطلق الموسم الجديد ويكون بداية موسم جديد وأيضا القائمة الافريقية وانت عارف انه ده اللي عنده أكيد أهداف كتير خلال المرحلة القادمة والموسم القادم بإذن الله طبعا حمد انت عارف ان بعض اللعبين سواء حسام حسن أو محمود متولي انا بطمينك وبطمين جميل النادر أهلي عليهم كانت رؤية فنية المستر ريكاردو سوارش وعايز يدي مزيد من الراحة للعبين خلاص انت الأمور محسومة لدوري الانتهى وهو النادر أهلي طبعا كان حسم الأمر من البداية ان استئناف الدوري باللعبين للنشئين عايز يقف أيضا على بعض اللعبين في قطاع النشئين عشان يشوف مدى استفادتوا أو مدى تواجدهم خلال الفترة المقبلة فالبالتالي ادراحة طبعا لي بعض العناصر حسام حسن ومحمود متولي انا بطمينك الامر كله راحة يعني من منستر ريكاردو سوارش والجهاز الفني فضل النواي رايح حسام حسن ومحمود متولي في ظل مشاركيتهم في الفترة الأخيرة والمبارات الأخيرة الفريق بالأمس طبعا أدى المران عقب المحاضرة اللي الكلم فيها مستر ريكاردو سوارش على أهم النقاط القوة والضعف في فريق الامبي وشدد على أن المبارات الدوري الأول كانت مباراة صعبة جدا وانتهت مع الدهاية الأخيرة بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف ثم انطلق المران بالأمس اجتمل على بعض الجوانب البدنية والجوانب الخططية اللي يتمنى ان شاء الله مستر ريكاردو سوارش النهاردة من اللعبين أنهم ينفزوا المطلوب وان شاء الله النادي الأهلي يحقق الانتصار في هذه المباراة بإذن الله محمد طيب مركز حارسة المرمى يمكن فيه مشكلة لذيذة يعني مش مشكلة وحشة ولا حاجة لقدر الله علي لطفي ماشي بشكل كويس مصطفى شبير تعلق في المباراة الأخيرة وكان تعلق في فتراتها سابقة هل تم الاستقرار على حارس المرمى ولا لسه المنافسة ما بين الاتنين أو ممكن يكون فيه دافع كمان بمصطفى شبير النهاردة بحيث أن علي لطفي خد أربع خمس مباراة متتالية ومصطفى ممكن كمان ياخد الأربع خمس مباراة المتبقية في الدوري بالفعل يا محمد هو دل الأقرب ويبقى مصطفى موجود في مركز حارسة المرمى لكن وانت بتتكلم على المنافسة أو الروح اللي بينهم خلينا أقولك على نقطة مهمة جدا كابتن محمد الشناوي كابتن الندر آدي اللي دايما على اتصال وتواصل مع علي لطفي مع مصطفى شبير مع حمز علاء بعد تقلق علي لطفي كان اتصالات مستمرة ما بينه وما بين محمد الشناوي اللي دايما بيشيد به وأشاد بعلي لطفي في المباراة اللي ظهر فيها بشكل أكثر من راع ودي نقطة مهمة جدا محمد بتميز كل كابتن الندر آدي نفس الأمر اتكرر ما بين الكابتن محمد دل شناوي ومصطفى شبير وكان أول الاتصاله أول تهنيئ على مستوى وعلى أداءه كانت من محمد شناوي لأشاد طبعا بمصطفى شبير ومستوى ودي اللي بنقول عليها محمد الروح المهمة جدا سواء مع علي لطفي مع مصطفى شبير مع حمز علاء وأيضا حارس مصطفى مخلوف تقلق بنسبة كبيرة جدا محمد يكون هو مصطفى شبير حارس مرمى النادر آلي في هذه المباراة طبعا وجود علي لطفي قيمة كبيرة وواحد من الحراس المميزين جدا أيضا موجود حمز علاء اللي برضو مش بعيد أنه يكون موجود في أي وقت وقت ما يحتاجه النادر آلي لكن تقدر تقول يا محمد يا بنسبة كبيرة مصطفى شبير ممكن الختام الثلاث لقاءات المتبقيين للنادر آلي في الدوري يكون مصطفى شبير في حراس مرمى النادر آلي أكيد طيب جزية تانية متعلقة بلعاب قطاع الناشرين الموجودين في قائمة النهاردة وفرصة أنت معي أستغل وجودك بقى وأسألك عليهم رأفة خليل راجع من كاس العرب مع منتخب الشباب والنهاردة كمان موجود محمد حمدي علي مركز رأفة إيه ومركز محمد حمدي وهل ممكن ياخد فرصة في مباراة النهاردة ولا لا يعني خلينا أقولك محمد أن رأفة بالنسبة له هو بالمناسبة لعب موليد 2004 في النادر آلي وطبعا مع دمج فريق 2003 مع 2004 في النادر آلي نضم طبعا رأفة أو بيلعب في مرحلة سنية أكبر من المرحلة بتاعته مرحلة 2003 رأفة في الأساس محمد من بدايته في القطاع بيلعب في مركز الزهير الأيصر في الفترة الأخيرة بدأ يوظفه طبعا المدرب النادر آلي وكبات النادر آلي كابتن سيد غريب يوظفه في مركز الجناح المهاجم الجناح الهجوم الأيصر أو الأيمن وأوقات كتير جدا كان بيتوظف في مركز رأس الحربة في طريقة 4-4-2-3-1 كان رأفة خليل بيلعب واحد من العبل الثلاثة اللي بيلعبه تحت رأس الحربة مع وجود الكابتن محمود جابر في الجاز الفني المتخب مصر وطريقة 3-4-3 اللي بيلعب بيها أصبح رأفة خليل بيلعب في مركز الزهير الأيصر وبياخد مركز الجناح بالكامل فواحد من اللعباء اللي يتقدر تقول بيلعب في مركز الزهير الأيصر ومركز الجناح المهاجم الأيصر وبيقدي فيهم بشكل أكثر من رائع محمد حمدي أيضا ده لعب كان انضم الموسم الماضي للنادر آلي من فريق ودي دجلة وأيضا موليد 2003 بيجيد اللعب في مركز الجناح المهاجم الأيمن والأيصر وأوقات بيلعب كان بيتوظف في مركز صانع الألعاب تحت رأس الحربة عندنا برضو محمد أحمد سيد عبدالنبي ده ظاهير أيمن النادي الآلي موليد 2002 وخليني أقول لك أن برضو محمد مع دمج 2002 مع 2001 أصبح اللعبين بيلعبوا في مرحلة سنية أكبر من المرحلة الموجودين فيها موجود في مركز الظاهير الأيمن محمد أحمد داشرية بيلعب في مركز قلب الدفاع واحد من العناصر الأساسية المنتخب مصر ولكن غاب عن المشاركة فيه البطولة الأخيرة نظرا لظروف الإصابة طبعا علي عمر برضو واحد من اللعيبة الموجودة وأيضا محمد لعب 2002 إلى جانب أحمد سيد غريب الاثنين بيلعبوا في مركز رأس الحربة وأوقات أحمد سيد غريب بيتوظف في مركز الجناح ميدو نبيل لعب موليد 2004 بيلعب في مركز صنة الألعاب ويلعب في مركز الدايرة مركز 8 أيضا واحد من اللعيبة المهمة والركاز الأساسية فيه قطاع النشئين في النادي الأهلي تقدر تقول لهم محمد دي أغلى يعني أغلى بالعناصر الموجودة من القطاع النشئيني الموجودة فيه الفريق الأول نتمنى لهم طبعا الظهور بشكل كويس وشكل مميز وطبعا زي ما قلنا محمد أنها فرصة كبيرة جدا أنهم يثبتوا وجودهم ويكونوا موجودين طبعا مستر ريكاردوس وارش والجهاز الفن بيقف على حقيقة مستوى اللعبين يشوف مين منهم يكون موجود معنا خلال الفترة القادمة وانطلاق الموسم بإذن الله فاروق بجد أنا بشكرك على كل المعلومات والتفاصيل المهمة اللي ذكرتها تحديدا على لعب قطاع النشئين مراكزهم الأعمار السنية كمان دورهم مع المنتخبات الوطنية فكل الشكر ليك فاروق صلاحة زي منا موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في فندق إقامة الفريق عشان نعرف منه آخر أخبار الفريق قبل التحرك إلى أستاذ الأهلي والسلام وخود مباراة أمبي الليلة أخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل اشتركوا في القناة